احنا لا يشغلنا قرارات جديدة ولا موادنا الجاية احنا بالصالع النبي كده نفوت في الحديد ازايك يا كوماندرز عاملين ايه وحشتوني انا في الحقيقة مش جاي اخد من نوتوك كتير ولكن انا جاي بس هديكم فكرة سريعة كده احنا ان شاء الله هنعمل ايه الفترة الجاية طيب بالنسبة لكوماندرز قولة سنوي احنا ان شاء الله انتوا طبعا عارفين ان الفيزياء والكيمياء والاحياء اندمجوا واجتموا كده في مادة اسمها العلوم المتكامل وحيبقى فيه حاسف في حاجات كتير ويعني نقدر نعتبر ان ده هيبقى منهج جديد وبالتالي احنا مش هنقدر ان احنا نتمدع للمنهج القديم وهنفضل نستنين المنهج جديد لحد ما ينزل ونشوفه بعدين نبتدي وبالتالي ان شاء الله هنستكمل الاولى السنوي معاكم سواء لكو التعاشر هجوز الاحياء او المادة كاملة بالاحياء والفيزياء والكيمياء اي ان كان احنا هنعمل ايه في جميع الاحوال هنبدأ اول ان شاء الله بعد ما المنهج ينزل بعدها باسبوع تقريبا يعني اول ما المنهج جديد ده يعلن عنه وينزل بشكل رسمي هتلايين الاسبوع اللي بعدها على طول بدأنا في المنهج تمام ده كده بالنسبة لقوله السنوي فانت لو انت بتاخد درس وقفه لو انت بتتفرج على اي حاجة وقف كل ده لحد ما نشوف المنهج جديد حيبينزهم بالنسبة بقى لكماندرس تانية سنوي غالبا المنهج هيكون زي ما هو مش هيبقى فيه اي تغيير كتير شيء ممكن تقريبا يهزفه حاجة بسيطة او يزوده حاجات بسيطة مش هتفرق لكن المنهج ككل ككور لأ هوا زي ما هو هتأمر مش هيصل فيه اي تغيير جذري عشان كده سنعتمد على المنهج اللي معنا حاليا Нам وان شاء الله هنبتدي من يوم اول يوم واحد outta 9 اللي هو هيبقى موافق تقريبا يوم الحد آه واحد تسع تقريبا يوم الحد ان شاء الله يوم واحد تسع اللي هو الحد هتلاقي اول محاضرة في المنهج نزلك بالزبط ساعة سبعة اكون مجدوية لها ان شاء الله تمام بس اما بقى بالنسبة لكماندر الثالثة ثانوية ففي الحقيقة انا السنة دي مش حاضر ان انا اشتغل الثالثة ثانوية وانا كنت ايه للكلام ده قبل كده يعني بس بقوله تاني عشان لو حد لسه مش عارف لان بكل بساطة الثالثة ثانوية زي ما انا فهمتوكوا قبل كده ان عايز حد متفرغ لالثة ثانوية عشان نطلعها بالشكل المزبوط لازم تبقى فاضي وانا في وراي حاجة كتير مش حاضر ان انا افضي ايه وقت كبير عشان ثالثة ثانوية يعني فعشان كده السنة دي الاسف انا بعتزر جدا صعب ان انا اشتغل الثالثة احنا هنشتغل بس قولة وتانية قولة بمجرد ما مادة العلوم المتكاملة تنزل هنبتدي على طول وتانية سنة ان شاء الله هنبتدي من اول الاسبوع اللي جاي ده كان توضيح كده ان شاء الله للخطة اللي هنمشي عليها واي جديد طبعا انا هتواصل معكم على طول تمام اه بس كان معكم دكتور كوماندر سلام